موسيقى كيف ترى هذا القرار وأهميته في الفترة الحالية بالنسبة للنادي الأحلي هو بالنسبة لصارتي يمكن أول مرة في مصر نلجأ المدرب من أوروكوية كان قبل كده لما بنلجأ المدرسة اللاتينية كان بيبقى إما برازيلي أو أرجنتين كان دي أول مرة لكن لصارتي اسم كبير وتاريخه كبير والسيفي بتاعه بسم الله ما شاء الله هاي لان بس قبل من أن نخش يعني فرص نجاحه أو فشله لقدر الله في الموضوع دوت أن النادي الأحلي طول عمره هو صانع النجوم بالزبط يعني على مدى تاريخ النادي الأحلي هو اللي بيصنع المدربين يمكن أي مدرب مسك النادي الأحلي كان بياخد سهل جدا ياخد مع بطوله وأغلبهم خد بطولات مع النادي الأحلي حتى المدربين اللي كانوا السيفي بتاعهم أولي الأول فدي يعني لو نحن رجعنا الوراء هيدكوتي مثلا أول ما جاء في التدريب في النادي الأحلي عمل إنجازات كبيرة أورغ من هو برضو كاسم في التدريب كان لسه هو نجم من نجوم الكرة المجرية صحيح لكن في التدريب كان أولي ميستر الجزئي أسطورة التدريبية عملها مع جيل بركات وابو تريكا وساد معوض وعمد النحاس عمل أسطورة في التدريب مع النادي الأهلي برضو طول الفترة اللي قاعد فيها في مصر ولما خرج برا مصر يمكن فشل في عدة دور كده فالنادي الأهلي هو اللي بيصنع النجوم يعني هو اللي بيعمل المدربين هو اللي بيعمل اسم لأي لعب أو أي مدرب طبعا هو لسرط جاي في ظروف صعبة يمكن النادي الأهلي في مرحلة إحلال وتجديد جاي بعد النادي الأهلي مخصر بطلتين يمكن في زبوع وديه يمكن ما بتحصلش ألا نادرا وسببت حالة من الأحباط عند الجماهير للنادي الأهلي جماهير وما تعود على بطولة فالظروف النفسية صعبة شوية إلى جانب عدد كم كبير من النجوم الفريق عندهم إصابات فالظروف صعبة لكن مع وجود في منظومة النادي الأهلي ودخولوا مع الفريق أعتقد إن شاء الله فرص نجاحه كبيرة بس لازم بشرط لازم يكون فيه تدعيم في الفترة الانتقرات الشتوية اللي جاي أكيد إن شاء الله لكن هو أكيد كمان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتا محمود الخطيب درسوا الرجل بشكل جيد جدا وتحديد النواحي الشخصية أو جانب الشخصية الخاصة بمستر لسارتي وده اللي أدى للتعاقد معاه وكمان فيه جزئية مهمة جدا هو السرية في التعاقد مع مستر لسارتي بسمها أنا أسماء كتيرة جدا جدا من خلال الفترات السابقة وده طبعا لقطاتها من المؤتمر الخاص بتقديم مستر لسارتي لجمهورة كون مصرية والإعلام فبالتالي جزئية السرية أستاذ عادل أكيد كانت مهمة جدا سمعنا أسماء كتيرة قوي قوي فوجئنا في الآخر كابتا محمود الخطيب أعلن عن مستر لسارتي المدير فان الجديد ده يعني كان بيمائز النادي الأهلي في أيام كابتن صالح وكابتن حسن كان ما فيش كلمة بتطلع حتى لو فيه كلمة تصربت بتصربت عشان يخلي الناس تمشي في التجاهة الثاني والمجلس الإدارة يمكن من ضمن الحاجات اللي رجعت لنا الأمل في النادي الأهلي وعودته سريعا التعاقد في سرية تم يعني اتعرضت أسماء كتيرة زي ما حدثتك بتقول وفجأة لدينا واحد تاني كان غير متروح على الإطلاق يعني محدش فكر حتى في الإسم ده يعني يمكن ده من أسباب نجاح الصفقة وأتمامها أعتقد أنه لو كان دخل في دون المفاوضات كان ممكن المفاوضات تفشل فالسرية كمطلوبة في حاجات كتيرة حتى مع التعاقدات مع اللعيبة من خلال متابعة حضرتك للمؤتمر الصحفي رأيك إف تصرحات الراجل وكمان اللقطة الأخيرة في المؤتمر لما لبس تي شيرت النادي الأهلي رأيك إف اللقطات دي ورأيك إف تصرحاته بالتحديد هل تصرحاته تضل على شخصيته قوية ولا وجهة نظر حاجاتك إيه لا هو كمن جئتها شخصية أعتقد أنه هو شخصيته قوية وده النادي الأهلي محتاجها في التوقيت ده محتاج مدرب اللي هي شخصية ولي كاريزمة كبيرة كل أنه هو بكلامه وتصرحاته طبعا لأنه هو عارف هو جاي يدرب مين جاي يدرب نادي أكبر نادي في الشرق صاحب أكبر جماهيرية فأعتقد أنه عارف قبل ما يجي كويس قوي هو الخطوة اللي جاي فيها يعني هو مش جاي في أي نادي لا نادي كبير ونادي بطولات بطولاته يمكن بطولاته على مستوى العالم كله فعلا هو ده اللي قاله قالت النادي في العالم بعد رئير مدريد وهو قال أفضل عرض بالنسبة له كان النادي الأهلي وواعي تماما أن الجماهير المسارية أو جماهير النادي الأهلي بصفة خاصة ما بتقبلش غير البطولات بالضبط فهو يعني عارف الكلام ده كويس قوي وده يمكن هيفيدوا في عمله في الفترة اللي جاية إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق مع النادي الأهلي إن شاء الله لكن أكيد في نفس الوقت الفريق محتاج تدعمات في بعض المراكز رؤيتك إيه للفترة الجاية بنسبة النادي الأهلي بعد التعاقد مع ثلاث لعبين حتى الآن في اتجاه إن شاء الله للتعاقد مع عدد أكبر من اللاعبين وطبقا لإحتياجات الفنية الخاصة بالنادي الأهلي المراكز من وجهة نظرك اللي محتاجة النادي الأهلي أنا شايف لأن النادي الأهلي محتاج في كذا مركز يعني يعني محتاج تدعيم في مركز زرير وسط تمام السر دي بكات عنده لازم تدعيم فيها يمكن دي نقطة الضعف عنده نقطة الضعف ولا ممكن اللاعبين الموجودين في فترة حالية بيمروا بفترة صعبة شوية من ناحية التوفيق يعني ما فيش عدم توفيق بنسبة لهم إجهاد مستواهم قليل ولا موجهة نظر بس لا 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 محتاجين تدعيم فيها محتاجين تدعيم فيها ممكن حتى التدعيم اللي جاء ما كانش على مستوى طموحات النادي الأهلي أو على بما يتلقم مع أسلوب وأداء لعب النادي الأهلي لأن النادي الأهلي طول عمره بيلعب بين الكرة من وراء لأدام اللونج بس دي عنده ما بيعملهاش كتير يعني تملات قصيرة لحد ما يوصل لمنطقة الخزم أي حد بيختار في السلوب ده ممكن حتى لو لعب كويس ما بتلاقوش يتأقلم مع اللعب يعني برضو الموهبة لوحدها مش أساسي لو تتأقلم مع اللعب لازم يكون سرعتك بمتوافقة مع سرعة اللعب زملائك مع سرعة الفريق يعني فيه حاجة كتيرة بيتساعد على نجاح اللعب أو فشل مع الفريق فالنادي الأهلي محتاج تدعيم في خط الدفاع وحتاج تدعيمك في صنع علعاب مهم جدا طب بس أنا عايز أقوله حركة لحاجة وردو يعني دايما عادة النادي الأهلي لما بيجي يتعاقب مع اللعبين بيلجأ للمدير الفني الأول حالك تقوله أن في فترة الفاتة النادي الأهلي ما تعاقدش مع اللعبين اللي يقدروا أن هما يلعبوا بتيشرت النادي الأهلي لكن في نفس الوقت إقدارة النادي الأهلي متعود على منظر التاريخ أنه لما مدير الفني يقول لي هاتلي ياسين أنا لبيله طلبه لأنه في الآخر هو اللي بيه حاسب دايما حصل الفترة الفاتة ده ممكن يكون راجع عليه سوق اختيارات من المدير الفني الفترة اللي قبل كده؟ ده أكيد ده أكيد يعني أنا لو مسؤول في مجلس جزارة نادة الأهلي أجيب المدير الفني ده وحزبه مين هو؟ التعاقت يعني فيه تعاقتات مع فترة صفقات مش عايز أقول فشلت لا ما تتتناسبش مع كيمة فنلة النادي الأحي ولأسف بعضهم ما شاركش كمان وبعضهم ما شاركش وبعضهم مشي من قبل ما يلعب وتم عارتوا في حتة تانية فكل ده بيأثر يعني لعيب النادي الأهلي محتاج نوعية خاصة من لعيبة لازم يكون لعيب بطولة وعارف يعني إيه الفنلة اللي لبسها وأهميتها مش أي فنلة هو بيلبسها يبين لبس فنلة جمهورها ما بيقبلش غير البطولات ويتلعب تحت أي ظرف تلعب في الظروف كتيرة أعتقد أن فيه صفقات محتاجة عادة نظر خاصة في الوقت الحالي الفرقة محتاجة تدعيم لكن الحمد لله يمكن كابتن محمد يوسف قدر يكتاز أصعب مرحلة مرت في في تاريخ النادي الأهلي اللي فاتت دي بس الحد ما يمكن أقطع 80% منها بنجاح وأعتقده ربنا يكرمه إن شاء الله ويكمل بها المرحلة سواء على المستوى الأفريكي أو بقية المؤجلات في الدولة العام دي هتدي فرصة أو هتدي حتى حالة نفسية جيدة أن يتعامل فيها للمجدرب الأجنب الجديد طيب المنافسة في الدوري حراك شايفها إزاي بعد ما عاد النادي الأهلي من شاركة في بطولة الدوري اللي أعتقد أربع أو خمس مباريات كانوا مؤجلين من نسبة له حتى حتى الآن يعني خسر المباراة وكسب فيه أربعة فبالتالي يعني بيعود تدرجيا رأي حراك إيه في المنافسة السنادي على بطولة الدوري في الظل كمان يعني تقلق نادي الزمالك في الحقيقة بيعضوا موسم أكثر من رائع فريق بيرميدز كمان أعتقد هيكون منافس بشكل قوي رؤيتك بالبطولة بشكل قوي يعني هي أعتقد برضو أن بعد ما تستكمل مورات المؤجلة النادي الأهلي هيوصل للمركز اللي هو عايزه بس هيبقى فيه منافسة شارسة جدا السنادي طبعا الزمالك أه أكيد يعني نهاردة موسم ده الزمالك يمكن مقدم موسم كويس لحد الوقت فرقيته كويسة عنده دكة بودلاء كويسة في حالة من الهدوء النسبي يمكن الظروف خدمت شوية في الهدوء دوت لكن الهدوء دوت يمكن ساعد الفرق شوية الأول كان بيبقى في جعجعة وكلام كتير كان بيأثر على الفرق جعجعة ده يمكن اختفت شوية اللي منذ الظروفه معينة فيمكن الفرق بقت تلعب في هدوء شوية ده أثرت على النتائج طبعا فالزمالك من الفرق المرشحة بكوة ودخوله في المنافسة بيرمز فريق كويس قوي يعني بيرمز من الفرق اللي بتلعب كورة عنده لعبة هيلة خصوصا بعد التوابط كابتن حسام حسن أعتقد أكيد حسام حسن بيديهم ناحية معنوية عالية بيديهم نوح من الحماس يمكن كانوا يفتقدوا المدارب الأجنبي فده مع المهارات الموجودة عندهم أعتقد أنه هيكون منافسين قوي جدا بالنسبة للنادي الأهلي فهو ده يمكن السلاسي دوت هو اللي هينفز على كمة الدور لكن متوقع عودة النادي الأهلي سريعا للمنافسة على اللقب بعد نهاية الموجودات أعتقد أنه هيخش في المنافسة وبقوة نادي الأهلي طول عمره الدور دوت بالنسبة للبطولة بتاعته المفضلة فأعتقد أنه هو ما يتخلي عنها بسهولة وما فيش بصراحة بطولة مش مفضلة بالنسبة للنادي الأهلي بالنسبة دي أكبر يعني لو تشوف البطولات اللي خادت النادي الأهلي في عدد دوري لو جمعت بقية الأندية التانية كلها مش أحد أول رقم اللي حق أول نادي الأهلي في بطولة الدور فعشان كده جمهوري ده الأهلي الدور ده عنده حاجة تلاقي مزاق خاص يعني طبعا لكن تبقى المنافسة قوية السنادي لكن شايف أن الأهلي ممكن يمتلك قائمة قوية من اللاعبين في شهر يناير في زل عودة المصابين تدريجيا التعاقل مع بعض اللاعبين تواجد لعبين جيدين أكيد في القائمة الحالية بالنسبة للنادي أهل؟ يعني فيه فرقة موجودة بتلعب فيه فرقة بره قاعدة على ديكة الودلاء وفيه ممكن فرقة بره بتتفرج على ما شي كمان ممكن تلعب والثلاثة الثلاثة فرقة دورات ما تدرش يعني ايه تختلف عليهم بالظبط يمكن المسم دوت صعب شوي يعني مش لقين حتى ساعت ما بنلاقيش تشكيل أنسب في زل الإصابات الموجودة والصفات الموجودة والحاجات دي التدعيم أعتقد أن ممكن يخليك تستمر في المنافسة السنة دي لكن السنة جاء أعتقد لو بعد عادة نظر في عاجات كتير أعتقد أن الفريق هيعود بقوة طبعا طبيعي بيبقى التدعيم أو يعني التدعيم ويتغيير شكل الفريق بياخد مراحل ده شيء طبيعي ده أكيد لا يوجد شيء حالة بتتغير في يوم وليل لكن دايما المهم أن أنت تأخذ الخطوات الصحيحة في اتجاهك لتدعيم صفوف الفريق أو لتغيير جلد الفريق أو حسب السياسة والخطة اللي أنت وضحها طبعا للفريق إن شاء الله بشكل عام نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي لكن أيضا النادي الأهلي بينافسه بطولة تانية لا تقل أهمية بطولة الدوري بل تزيد كمان وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا الأهلي لقب مباراة الزهاب هنا في القاهرة وقدروا نفوذ على جيمال أسيوبي في دور 32 في مباراة الزهاب بنتيجة 2-0 هل النتيجة دي كافية قبل مباراة القيابة اللي هتكون إن شاء الله يوم الحد الجاي الساعة 3 هناك في أسيوبيان؟ هي بمشيط اللي هتبقى يعني مطمئنة بس محتاجة جهد من اللعيبة محتاجة عدم تهاون بالخصم عدم استهتار أقول أهلي يقدر يتخطى العقبة دي بسهولة يعني إن شاء الله رهيتك المباراة الأولى المباراة الأولى وإلى حد ما كانت مردية يمكن الهدف إن اللجوم النادي الأهلي ضيع أهداف كتير جدا يعني كنا نأمل إن النتيجة تزيد لكن إلى حد إنه في زل الظروف الصعبة اللي بيمر بناها النادي الأهلي أعطاك النتيجة مردية ومطمئنة بس بشرط زي بنقول اللي كن فيه حالة من الكوة والتركيز والحماس هناك لأن برضو أنت بتلعب في ظروف مناخية صعبة شوية تلعب على ارتفاع فوق سطح البحر الأكسجين قليل هم متعودين على الظروف دي أنت محتاج جهد أكبر عشان توصل للحالة اللي أنت تقدر تلعب بها يعني أنت تقدر المستواك لازم بتبزل جهد أكبر من اللي أنت بتبزله وإنت بتلعب هنا في مصر أعطاك كل الحاجات دي لازم تكون فيه موضوع في الحزبان عشان خاطر ندر نتخطى الدور دوت وتخش على دور المجموعة إن شاء الله طبقا الظروف اللي حرج بتقولها هناك في إثيوبيا دي شايف أن الأنسب بالنسبة لنادي الأهلي هل أن هو يلعب بطريقة دفاعية مثلا في هذه المباراة ولا يحاول أنه يخطف هدف علشان يريح الأمور ويخلص الدنيا بدل باتش وكل مباراة السيناريو بتاعها المحدد ممكن يكون فيه ظروف جوة الفرق إحنا مش عارفينها لكن أعتقد أن بحجم النادي الأهلي وكويته واسمه الكبير في قرار أفريقية أن أنت لما بتنزل قدام أي فريق بيعملك ألف حساب هم طبعا محتاجين أن هم يهجموا وده برضو فرصة لنادي الأهلي أنه هو يقدر بالعجمات المرتدة أنه هو يقدر يسجل هدف وده لو سجل هدف هناك هيريحه جامد أوه هناك طيب خلال الفترة اللي فاتت دي أكيد في بعض اللعابين اللي ظهروا بشكل جيد وكانوا مفاجأة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وما يكونوا داعم لصفوف الفريق خلال المرحلة المجبلة أبرز اللعبين اللفت ونظرك خلال المرحلة الأخيرة وبتحديد الشهر ده من اللعاب النادي الأهلي كريم ندفت كريم ندفت يمكن داعم مستوى عالي أول فترة دي تركيزه زاد في عنده حتى تحس إنه هو إيه عنده رغبة إنه هو يزبط وجوده في معرفة اتظلق شوية كريم يظهر من كل فترة اللي فاتت برضو كان وجود نجوم كبيرة كانت لسه ما فيش إصابات في الفرقة وكان كده كان من الصعب له يلعب فلما جات له فرصة خصوصا في الشهر دوت كان يمكن أبرز وده يمكن من مكاسب الأولئي لأوي اللحقاء النادي الأهلي في الأهلي ومعه شام محمد ومعه شام محمد ومعه شام محمد ومعه شام محمد كمان من ضمن العناس اللي زارة المستوى كي يساوي رأيك في عودة مرهون محسن التهديف هو طبعا ده حاجة مفيدة يعني مرهون محسن مش مهاجم النادي الأهلي بس وده مهاجم منتخم مصر كمان أعتقد أن دي بتدي له نوع من الثقة ومرهون يعني عنده كتير بس هو أنا مش شايف برضو أنه لو ركز أكتر أعتقد أنه هيرجع مرهون محسن اللي احنا عارفينه من زمان طيب بعد أكيد ما حركت فرقت على كاس العالم الأندية وشوفنا المظهر الرائع للفريق العين الإماراتي وفي المقابل شوفنا مظهر يمكن سيء جدا من فريق التراجي التونسي ما زاعدت شوية للأهلي موصلش هو مش شايفت ما زاعدته لما زاعدتش النادي الأهلي كان يعني لما لعب مباراة الزهاب هنا ومع تراجي يعني أنا في الاعتقاد النادي الأهلي بأي قايمة كان هيروح بها كاس العالم الأندية كنا هنعمل أحسن من مستوى التراجي أكيد يعني كل طبعا يعني خلينا نتفق أن كل مباراة ليها ظروفها وكل بطولة ليها ظروفها لكن الأهلي أيا كان كان هيظهر بشكل أفضل من كاب كتير يعني خصوصا عنده خبرات كبيرة في كاس عامل دي المباراة اللي زاعدتنا أول مباراة التراجي في أستاذة رادي السينك أكيد يعني ما كنتش متوقحها كده تماما يعني يعني أنا كنت وضع في حزباني أن الأهلي رايح بسيناريو محدد من المدير الفني عارف هو هيعمل إيه اللعيبة بنزلة مركزة لكن للأسف يمكن شفت أسوأ مباراة يمكن شفتها في الأهلي في السنوات العشرة الأخيرة دي دي يمكن حزنتني أقوى أكتر يعني ويمكن برضو رب دردنا فعي يمكن دي يمكن لو كنا رحنا برضو كاس العالم ما كنا اشتزارنا بالمستوى اللاج بالنادي الأهلي بس أسعدنا أكتر مستوى نادي العين في البطولة دي يعني وأتمنى يمكن ريال مدريد يمكن في حالة برضو مش في أسوأ مش في أحسن حالاته أعتقد أن هو يعني أو بتمنى وبدعو ربنا أن هو يكرر من النادي العين ويأخذ فيها بطولة كاس العالم نتمنى كمان عشان فيه يعني اتجاه أخر وخاصة أن احنا بنفس ريال مدريد على أكثر تحقيق الألقاب الألقاب القرية بترير مدريد لأخذ الكاس العالم عندها حيتفققه علينا بعدد ألقاب زيادة عشان كده أكيد نتمنى بخلاف أن فريق العين يعني شقيق عزيز بالنسبة للمصريين والنادي الأهلي أكيد نتمنى له كل توفيق وأيضا عشان كمان ريال مدريد تخسر ومتخدش اللقب قرري جديد فإن شاء الله نتمنى كل توفيق للعين رأيك من صاحثين شاحات مع العين في الفترة دي أو بتحديد في البطولة دي هو البطولة دي يعني هو بقى له فترة حتى قبل حتى بطولة الأندلة كاس العالم كان مساوا كويس أولا وحسن من اللعب اللي عنده مهارات علي وكنترول كويس عقورة وسريع وهدف في نفس الوقت فأعتقد أنه سيكون مكسب للمنتخب والأي فرقة تانية إلا فيه تمام متوقع أنه ممكن يجي النادي الأهلي بعد زوره بالأداء الرائع ده يعني إحنا عارفين عشان ما نكونش منقول كلامه وخلاص وإحنا عارفين أن فيه اهتمام من نادي الأهلي مش عزين نقول فيه مفاوضة طبعا فيه اهتمام من نادي الأهلي في المقابل فيه رغبة كبيرة جدا من حسين الشاحات لكن بعد المستوى الرائع اللي هو ظهر به في الأمارات أو بتحديد في كاس العالم للأندية متوقع أن الأمور ممكن تكون صعبة ولا وارد أنه يجي في النادي أهلي شاحات متوقع كابتن محمود الخطيب يمكن قادر بالتصالاته أنه ممكن يخلى الصفقة دي أعتقد بس أي حد غير محمود الخطيب صعبة لأنه برضو حسين الشاحات سعره عالي شوي يعني مخشي لك فاربعة خمسة مليون يورو كده وبتاع فهتلاقي مبلغ كبير يعني بالنسبة كان في مصر هنا لكن ممكن بالاتصالات والشخصية ممكن كل حاجة تتحليها نتمنى أكيد سواء يعني حسين قدر النادي الأهلي يتعقد معك هكون إضافة قوية جدا بخلاف حسين أكيد في بعض الصفقات إن شاء الله النادي الأهلي بيسعى لحسمهم خلال الفترة الجاية عشانه يكونوا إضافة للفريق إن شاء الله بإذن الله رأيك في ناصر ماهر كمان عايز أخذ رأيك في ناصر ماهر بمناسبة وإحنا نتكلم على فريق النادي الأهلي ناصر ماهر اللاعب محدش يختلف عليه موهبة كويسة موهبة يعني هو لسه سنه صغير بس محتاج نوع من التركيز شوية والاهتمام بنفسه شوية ده بيجي مع الخبرات صح؟ يعني بس لازم تكون في الدم يعني لازم تكون هو عايز يعني الخبرة هو مش عايز نحن شوفنا لعيبة كتير في مصر كان مهارة عالية قوي لكن ما كنوش الثقافة القروية عندهم مش عليه فأمرهم بيبعوا صغير في الملعب وكانوا أصحاب مهارة كبيرة قوي يعني ناصر يعني هو لسه ربنا دي الصحة كده وطلط العمر في الملاعب لسه قدامه سنوات كتيرة بس عشان خاطر يسجل اسمه أو يحفر اسمه في كرة قدم المصرية محتاجة منه جهد شوية ومحتاجة منه إخلاص ومحتاجة منه تركيز وعدم تهاون فيه حاجة تاني الكرة قبل العب أكيد اه كرة عنده يعني خصوصا أنا فترة جاي هلاقه نفسه قوي جدا لأن برضو بالزبط يعني هو جميل كانت حط عليه أمال كبيرة أو حطت عليه أمال يمكن أكبر من خبرته فهو يمكن مش عايز أقول خزالة في المباراة اللي فاتت لكن عودته إلى حد ما مباشرة يعني بترى من مباراة للتانية مستوى أحسن لكن هو عشان خاطر يرد جميل الناد الأهل مستوى منه كتير أهمية التواجد كابتن سيد عبدالحافيز كمدير كرة في الجزء فان الجديد للنسبة للناد الأهل هو عودت كابتن سيد طبعا سيد من مدنين كرة المميزين شخصيته كويسة محبوب باللعيبة بيقدر يلم الفرق ودي مميزات كويسة لازم تتمتع في مدير الكرة وإن شاء الله يقدر يبقى فيه حلم الانضباط أكتر من كده على أدية تمام أكيد إن شاء الله كل التوفيق بالنسبة للناد الأهل خلينا نروح لملف أخر وهو خاص بإمكانية استضافة مصر كأس المؤمن الأفريقية 2019 خلال الفترة الجاية هل تتوقع أن مصر تفوز بتنظيم هذه البطولة لا مش هتوقع هو يعني هو فيه نفس الطوية مع جنوب أفريقيا هو ما فيش أنا أقول لحضرتك حاجة لو ما كانش فيه أوكي لمصر إن هي تنظم كأس الأمم الأفريقية ما كانش ما كنش تقدم فهي وفيه تأكيدات من الكاف اللي البطولة عندنا يمكن بس إحنا كنا من سنين المغرب هتعتذر ولا مش هتعتذر الإمكانات عندنا متوفرة الملاعب موجودة بس للأسف بينقصنا الكوادر الكوادر يعني دي ما عندناش أو بقى إزاي تنظم بطولة نجحة حتى بعد ما نجحنا في تنظيم 2006 أمم أفريقيا أنا أقول حضرتك في حدة عالم الشباب 2006 أمم أفريقيا و2009 كسا عالم شباب بتلاقي فيه صغارات في 2006 أو 2009 زي مثلاً لو أنت مسؤول كبير جواهة للاتحاد ومعك الأيد كارت بتاعك بيخش ممنوع تخش في أماكن معينة وتيجي أنت لأ أنت مين دهنافلان الفلاني لازم أخش دي موجود عندنا اللي أنا بتبقى علي قوي دي يعني لما بيجي الناس الأجانب بتبص علينا بتبقى النظر مش كويس يمكن في 2005 في بطولة العالم الأندية في اليابان كان الكابتن حسن راح بعد الفرقة كان الكابتن حمود وخطيب رئيس البيعثة كابتن حسن جيب بعد الفرقة ما وصلت كنا ساعة الواضي الإعلامي كان مسافر معها على نفس الطيرة وكان فيه تدريب للنادي الأهل كابتن حسن ما كانش تلع الـ ID كارت بتاعه فجيه خش المنع فمرضيوش المنظمين بكل زوء بسوريا كابتن طب ده رئيس النادي الآن لازم يكون فيه ID كارت انت اوتوماتيك بتحترم النظام طب اوكي خلاص انتهت احنا هنا دي بنفتقدها ودي بتأثر تماما في الآن هل ممكن نشوف المشهد اللي احنا شايفين في الصورة ده والجماهير اللي موجودة لو نفتكر كلها طبعا في 2006 بطولة ما تتنسيش يعني مصر كلها عاشت أجواء أكثر من رائعة في هذا التوقيت هل ممكن نشوف المشهد ده ويتكرر ان شاء الله سهل جدا يتكرر سهل يتكرر حتى في ظل عدم تواجد عدد جماهير تبير في المباريات ما لازم تسمح بقى بالجماهير لعنا قصدي في الفترة حالية ممكن ما يكونش فيه تفاقل بالحتة دي عشان ما فيش جماهير بتحضر المباريات أصلا في الدوق لو موضوع الجماهير تحل وتفتح زي الأول هجي لك الجماهير ان دي الأهل تقول عمره بيلعب وسط 80 ألف أو 100 ألف في السادة القاهرة وكانش بيحصل أي حاجة الزمالة كذلك فاعتقد ان موضوع الجماهير دوت لازم بقى تحل وكل واحد يتحطي في الخانب بتاعت مسؤوليته فيها سواء الأمن أو مجالس إدارة الأندية أو اللعيب أو كل حاجة بحيث اللي يتفتح خلاص واللي يغلط يتحاسب عندنا قانون فيه قانون رياضة فيه قانون جنايات كل حسب الجرم اللي زي ارتكب لكن لما تسيب العملية كده ونفضل نأجل ونأجل دي بتدي صورة حتى وحشة على الكورت كدر المصري يعني ما تشوف الملعب من غير جماهير كده يعني انت وانت قعد تتفرج بتبقى حزنان يعني طبعا الجماهير بتدي روح بتدي شكل جمال رهيب يعني انت بتكلم في 2006 2006 ده كنت تعالى تفرج على ساد الكهيرة وجمال يعني حاجة مش ممكن خصوصا بقى لما تسمع بقى الأنشيد والجماهير وهتفات الجماهير وموجة لما يعملوها لحاجة رائعة يعني اعتقد ان الحاجات دي ممكن ترجع وإحنا قادمين عليها إن شاء الله يا رب إن شاء الله طيب نروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نواصل هذا الحوار الشايك والممتع مع أستاذ عادل أمين نائب رئيس تحريف جيدة الأهرام بعد فاصل لسا متواصلنا معاكم شاهدوا ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان ومعايا في طبعا الفقرة التانية من حلقة النهاردة فاكرت الديف أستاذ عادل أمين الناقض الرياضي الكبير وكنا بنتكلم أستاذ عادل على استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية هل يعني حال نجاح إن شاء الله مصر في استضافة هذه البطولة ده حدي أفضلية أكتر أو أكبر لمنتخب مصر في تحقيق اللقب ده أكيد طبعا لو تلعب على ملعبك وسط جماهيرك تبقى حراحة نفسية ودعم معناه كبير بيتضاف ليك ونفس الوقت بيقلل من كوة الخسم يعني بيدعاف شوي فده الأرض والجمهور ده عامل حاسم في البطولة في البطولات عموما عموما وبرضه غير كده أنت عندك دلوقتي يعني موجود محمد صراح معك في صفوف المنتخب يعني كأسم وكوزن وعيب بنا يحميه وحفظه يعني فأعتقد برضه بيديك كوة كبيرة وبيديك يعني وزني أكتر لمنتخب مصر وأعتقد أن يبقى فرصة عودة اللقب أو سعادة اللقب من جديد وارد إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هنرجع نتكلم عن محمد صلاح لكن رؤيتك لمنتخب ويب مصريته مع مستر أجيري المدير فاني مكسيكي منتخب مصر لعبوا تقريبا أربع مباريات حتى الآن مباريات رسمية فاز في الأربعة بأداء يمكن يعتبر جيد أو مقبول بالنسبة لجمهور المصر لما تيجي كده لازم هتعمل مقارنة بين أداء المنتخب مع جيره وأداء المنتخب مع مستر كوبر والطريقة الدفاعية ده لطريقة يعني أصابت الجمهور المصرية بحالة من القرف القرار لكن في لفس الوقت حق الأهداف وأكيد حق ما نداش نقول يعني بس هو حق حق إزاي المهم اللي هو حق ما نداش نقوله ولازم نوجه للشكل يعني كالأفضل نحن نلعب بشكل جيد وأداء جيد ومنتأهلش كاس العالم ولا نلعب بأداء غير جيد ومنتأهل كاس العالم إحنا شفنا يمكن أن تنحسن شهدها كان عندنا نعتبر جيد من العظماء في هذا التوقيت ومع ذلك أخفقنا في تأهل كاس العالم المرة دي ما كانش يعني الأداء يعجب الجمهور لكن في النهاية المطلوبة حق وصلت النهاية الأمة أفريقية وصلت كاس العالم المهم اللي إحنا وصلنا بس إحنا وصلنا مش بالطريقة بس إحنا برضو إن ظروف خدمتنا كتير من نتائج الفرقة المنافسة خاصة غانا يمكن بعدتها من الأول وده كان المنافس الأول لي كان طبعا طبعا فده يمكن الظروف خدمتك المهم اللي إحنا نعجلنا مع كوبر وده ومرحلته انتهت الأداء ما كانش يمرضي في الوقت ده يعني أنت ما كنت تتفرج مع المنتخب كده ما كنتش تبقى أحد مبسوط لأنه أنت عندك لعيب في حجم محمد صراحة ريس جي عبدالله السعيد أحمد حجازي أحمد فتحي ما كان عندك مجموعة من لعيبة ممكن تقدم كرة حلوة بجانب كرة دفعية اللي أنت بتأديها دي ممكن يبقى عندك شك هجومي كويس قوي أنت ما كنتش بتعمله دي الفترة اللي فاتت ابتدت تلعب أداء جهجومي بس برضو مش عايزين نحط في الاعتبار اللي احنا وصلنا لمستوى علي قوي لأن الفرق المنافسة كانت يمكن ضعيفة ما نقدرش نقول اللي احنا قابلنا حتى حتى المنتخب تونس يعني المنتخب تونس نفسه اللي احنا كسبنا 3-2 أعتقد مش فريق تونس اللي احنا يعني مش فريق تونس سنة 78 ياما طري دياب وتعموم لابس طبق طبعا منافسات مع شمال أفريقيا بتحديد طبعا قوي أكيد أكيد يعني هو الفوز مهم يعني الفوز مهم يديك دفع معنوية كبيرة ويركبك عليهم كمان وبيخليك أنت أعلى لكن انا بقولك يعني احنا يعني قدامنا فرصة نعمل المنتخب قوي يبقى منتخب مش لموحنا مجرد نوصل ناخد كاس أفريقيا لأ احنا متموحنا اللي احنا ناخد نبقى احنا أسياد القرى الأفريقية على طول التأهل لكاس العالم على طول لأن احنا عندنا لعيبة على مستوى علي إن شاء الله أستاذ عادل أمين يعني الحوار الجري مع حضرتك بسرعة استمتعنا به بكل تأكيد نوصلنا وشرفتنا ربنا خليك بالشكرا شكرا جزيلا ده طبعا كان لقاءنا مع أستاذ عادل أمين نائب رئيس تحديد جريد الأهرام تكلمنا في العديد من الأمور على ساحة الرياضية المصرية وبالتحديد فيما يخص النادي الأهلي اللي بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في مباراة يوم الأحد أمام فريق جيمة وإياب دور 32 من بطول دوري أبطال أفريقيا الكرة التوفيق للنادي الأهلي لأن شاء الله فترة الجاية ستكون في تحسن مستمر بالنسبة لنادي ككل وبالتحديد كمان فريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي كانت حلقتنا النهاردة من كلامنا في الميديا سنونا وحلقة جديدة إن شاء الله يوم السبت القادم مع زميلتي العزيزة شيمة صبر إلى اللقاء